اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطريقة سهلة وبسيطة طبعا باضافة بها الماء لكن الماء لا سيكون بالمستوى المطلوب احتاج اكثر شي لبخار وايضا النكهة التي ستجيني بتغريفة التمن وبعدين اشتغل على شغلة مهمة جدا اللي هي على الدجاج فاول شغلة ان انا في هذا الطبخة انو شون انا بخر التمن وشون انو اطبخة ايضا بالبخار التبخير بسيط جداً أما إضافة السموك أو إضافة الدخان أو إضافة هذه الأشياء رح تكون بسيطة جداً هو طبعاً دائماً نحن نجيب فحم وهذا الفحم الخليل ممكن دعسين أو ممكن نطيعينها كأخرى مثلاً عندي حطب التفاحة أو حطب الليمون وبعدين أيضاً خليلها شوية زيت يطيني تدخين أو يطيني سموك كل شي حلو ممكن أن نغل في كل التمن لكن اليوم مثلما ذكرت من الطريقة رح تكون شوية مختلفة أول شغل هنا أنا رح أضيف هذه الكمية من المي وهي الكمية لابس بها يعني تقريباً لتر واحد أو كوبين الثين بعد ما أضيفهم هذه بالبداية رح أخلي لهم هنا أنا مثلما ذكرت هنا أنا بعض الأبهارات بعض العطريات لكن وأيضاً الخضروات الخضروات هنا أنا ما رح تكون ناعمة لا هنا أنا رح أضيف خضروات تكون قطعة شبيرة مثلاً البصل الشجر ممكن جزر إذا كان توفر جزر ممكن أيضاً أن أنا سأخدم الثوم لكن مثلما ذكرت هنا تكون طريقة مختلفة شوي اليوم التمن يحتاج تقريباً أن يكون عندك ساعة كاملة مثلاً حتى يطبخ لك بالأخير يطبخ بطريقة صحية جداً وهو البخار مو البازل ولا التطبيق فأول شغلة هنا رح أبدأ أقطع مثلما ذكرت هنا رح تكون موجودة وين رح تكون موجودة بهذه الأشياء اللي رح أضيفها فرح أخلي هنا بالماء شجر أوكي رح أجأ أخذ بوتيتا البوتيتا قطعها هيج وبعدين أقطعها أيضاً بهذا الشكل بطاطا جزر رح أكون أكيد حسب الرغبة رح أجأ أخذ البوتيتا أيضاً سأخليها بهذا الشكل يا السلام سلم أجأ أخذ البصل سأكون في عندي تقريباً استخدام حبة كاملة من البصل هذون يفورون لازم يعني يغلي بعد ما يغلي يقدر أتحكم أنا بالأشياء إذن أول شغلنا نظفتها هي إضافة هذه المكونات مع بعض البعض نجأ على حبة طماطا حلوين ما نعد هذا الموضوع سأقول حتى طماطا نعم حتى طماطا رح أخلي تخيلوا يا البخارة اللي رح يطلع من هذه الطبخة رح أخذ طماطا أخليها بهذا الشكل يا السلام سلم يا السلام سلم بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعض على بعض أداريهم عاد هسا شنو أداريهم بشوية الملح رح أخلي لهم شوية من البابريكا شوية مو كل شوية خلاص رح أترك المكونات كلها تطبخ بهذا الطريقة هذي وممكن هس أخلي شوية من زيت الزيتون تقريباً خاشوقة أو خاشوكتين من زيت الزيتون مش شوية هذي المكونات كلها رح تنطبخ بهذا الطريقة هذي أنا متأكد أنه رح تطلع عندي هناك كل شيء طيباً فأجه الثاني أطبخ التمن بهذا الطريقة هذي ما مو شرط أنه أترك لحد الغلايان رح أضيف تمن رح يكون في عندك استخدامنا أنا تمن بسمتي رح أضيف الكمية هذه الزيانة ووزوحهم بهذا الشكل بعد ما أضيف هذه الكمية الزيانة هنا رح أخلي لهم شوية من الملح دلعني يا برنس بالملح بعد ما أضيفتهم بالملح هنا أنا رح أأخذهم وأخليهم وين أخليهم بالخضروات وبهذه الطريقة تمام خلاص بعد ما أضيفتهم بهذه الطريقة هذي شوفوا قبغني يا عيني قبغني رح أتركهم لحد ما أنه يطبخ على الأخير مثل ما قلت ساعة كاملة كلش كافي حتى أطبخه عندي قطع الدجاج قطع الدجاج رح يكون عندك عملهم بطريقة بسيطة جداً أول شي عندك فخاذ الدجاج أأخذهم أخذ هذه المنطقة شوية أخذ من العظم رح تركها شوية بدون العظم مو كلش في المرة بس شوية بدون العظم أخذ هذه منها شوفوا 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 يا السلام شوف الفخذ شوان يصير يطلع عندك الفخذ خرافي 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 شوفوا القطعة شون صارت يكون عندك القطعة بهذا الشكل شو سوي له هذي رح أسوي له بهذا الشكل حتى شنو من أقليها يكون عندك تمام تمام أخذ حبة ثانية نفس الموضوع الدجاج دائماً ينغسل ينغسل مع شوية الطحين مع شوية الطحين حتى نشيل من عنده شنو نشيل من عنده الأشياء اللي هي طبعاً أكيد بكتيريا ماتة ومرة تنخليها شوية تخلق هذا قط حون بهذا الشكل مثل ما قلت شوية أهتم بالشكل مالدتها لي قدام تمام بعدين سويها بهذا الشكل وأخليها هنا هايس رح أطيها بهارات رح أبهرها رح أرتبها أخذ هذه قطعة نفس الشي شوف العظم ملنيا ومن نال شوف يا السلام هذي المكونات تقدرون تشتغلون عليها تمام اللي هي شوية ممكن سوي لكم سوب تسوون رح يكون عندك أكيد حسب رغبتك ممكن تشتغلون على الصلصات من عندها وح تكون كلش حلوة أجيب هذي أيضاً بهذا الشكل أول شي أعملها بهذا الصورة بالبداية حتى أقدر شنو حتى أقدر أسحب شوية من هذا ها 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 يصلى 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 أيضاً البابريكا يا السلام يا السلام سلنا باعه بابريكا وإضافة أيضاً شنو إضافة الملح بعد ما ضفت الملح سأجي أخذ شوية من بخارات بريانية ممكنة إضافة الملح بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض سأبدأ أغلف الدجاج بهذه البهارات مع الطحين بعد ما أغلفتها بالطحين بهذا الشكل اللي راح أسوي راح أجي أخذه وأخليه أخليه بهذا الشكل يا السلام سلم شوفوا شون شكله شكله يخبل بعد ما ضفتها بهذا الشكل الثوم أخليه بالنص مرق أيضاً أخليه هنا وأجي أخليه على النار راح أطبخها راح أتركها بدرجة حرارة تقريباً يكون عندك المئة وخمس وثمانين الخضروات هنا راح أخلينا حتى أطبخها أيضاً بالبخار وعندك أيضاً هناك ممكن أضيف شوية الكازو وأترك الدجاج هذه طريقة اللي ممكن أنا أطبخ بها يكون عندك طبق مهم جداً اللي هو الدجاج المبخر ومثي ما قلت بالأخير أيضاً راح أخلي لهم كم شغلة أيضاً بسيطة هنا راح أخليه أنا أرجع أضيف بعض البهارات وأتركها شوية ينحمس يلا بعدين أخلينا المي بعد ما أخلي المي راح أتركها لحد ما يكون عندك مغلة في الصوس الصلصة هذه مهمة جداً بالدجاج وهي أكيد راح تتركب ليش لأنه بيها طحين ومو بس طحين عندك عندك الطحين وعندك أيضاً البهارات وعندك المرق اللي ضيفتها هنا مرق الدجاج ومكعب مراق الدجاج البخاري هنا راح يكون كل مهم حتى أظل أطبخ التمن بهالطريقة هذه بعدين كلهم أحمسهم مع بعضهم البعض مع إضافتهم مع الدجاج وأبخرهم وأهم شي أنه يتبخرون بالنهاية راح أترككم على النار لمدة تقريباً خمس وعشرين دقيقة بعد الخمس وعشرين دقيقة راح يطلع عندنا الدجاج إلا يخبل مشاهدين رجال تقريباً خمس وعشرين دقيقة شوفوا للتمن شون صار البعض منكم يقولون ممكن أنه ما نقدر إحنا نبخر للتمن يعني أنه ما نقدر أنه نطبخ بالبخار لا ممكن طبخوا بالبخار وشوفوا شون يصير بسم الله شوف 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 ما شاء الله هذا مو صحي هذا فو صحي يعني عابر الصحي فد بأربع خمس مراحل فهذا راح نصوبه بالبداية كان آآ أنا خليت لها خليت لها يعني البازاليا وخليت آآ شوية الجزار وهذه الحبشكلات هذي راح تكون طبعاً أكيد اختيارية حسب الرغبة هي فأنتو بكيفكم يعني ممكن نضيفوه ممكن نضيفوه نانا كم موضوع مهم جداً جوه نانا اللي هي الخضروات الخضروات هذي أيضاً راح يكون بها طعم ونكها كل اللي شي طيبة فأنا أكيداً راح أستفد منها فأبلش أخلي قطعها من الشجر أخليهم بالأطراف قطع من البصل والطماطاهم الطماطا تخبل هما أخلي هنا أنا بهالطرف هاذا نيجي على الشجر بوتيتا بصل ثوم ما خليتاني راح أصبه بهذا الشكل ثوم ممكن تخلوني الثوم ثم خليتها ويدجاج قصدت أخلي ويدجاج حتى يكون عندك نكها وطعم كل شي حلوي أخلي هنا أنا أيضاً شوية بطاطة دلعني عيني بشوية القماطة أخلي اليوم هنا أنا وأجي هنا أنا أخلي شوية الشجر بهذا الشكل وأجيب هذه أخليها بهذا الشكل يكون عندك الموضوع تمام تمام بهذا الصورة أجي على شغلة ثانية مهمة جداً تكون عندي وهي قطع الدجاج اللي صارت أكيد ولا أروع معدها طبعاً أكيد مقاديرة جداً سهلة بسيطة اللي عمل هذا النوع من الأكلات مثل ما قلت أجي أخذ الدجاج اللي انطبخ انطبخ فول سعادة شنو انطبخ؟ انطبخ بطريقة خرافية بالسوس بالنكهات بالطعم شوف شوف شون شكله طبعاً أكيد مع السوس مالته يطلع يخبل الموضوع فالضروري وهي السوس ضروري جداً مع السوس هذا الطبخ هذا الطبخ الحقيقي بسيط وسهل وسريع وما يأخذ من عندكم وقت حتى يصير يصير فول سعادة تجي تاخذ القازو تجي تاخذ الثوم تجي تاخذ شوية من السوس مالته هذا يخبل السوس هذا يتخلى وين؟ يتخلى على التمن ويتخلى على كل الحبشكلات اللي ضفته هنا أنا كالوزني يا كابتن كالوزني يا كابتن كالوزني يا عيني تجون زينوها كم شغلة بسيطة يعني كم شغلة بسيطة أي شي سهلة وسريعة أنا كم شغلة بسيطة نسأل نسأل نأخذ هذا الشكل. نأخذ شوية فحم. خلي بهذا الشكل. شوية فحم. هذا نخلي بهذا الشكل. راح أخلي علي خشب يكون خشب ليمون أو ممكن استخدمنا الخشب الليمون أو ممكن استخدمنا الخشب التفاح. يكون يخبل. وعلى الدقاق يعيني الدقاق. ألعب 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 ألعب. وأتركه. بعد ما راح أتركه هنا راح يكون عندك الطبق خرافي بالطعام النكهة الجمال هنا. قدرت انه أسوي هذا الموضوع بحسب الرغبة طبعا هنا. لا تنسون أنه تمن طبخناه بالبخار. بالبخار بعدين دخنته بشوية من الخشب التفاح أو ممكن استخدمنا خشب الليمون أو ممكن استخدمنا الدارسين. راح يكون أكيد الطعام ماته رائع جدا. منهات هذا الأكل مشاهدين الحبة عندي أكل ثاني لهذا اليوم راح يكون عندي طبعا نوع من الأكلات الجميلة جدا اللي هي راح يكون عندي كاكة بس اليوم راح يكون عندي كاكة البندق. إذا فاصل سريع أكيد وراجعين مع الفعافية لهذا اليوم. أكيد رجعنا بعد ما أخذنا الفاصل سريع هم برلش والطبخ الثاني لهذا اليوم راح أكون في عدي كاكة البندق. شون أقدر أسوي آني كاكة البندق. يعني سوي كاراميل للبندق أيضا لكن بدون ما أضيف للقشطة. أو بدون ما أضيف للكريمة الطبخ. طبعا أكيد المقادير البسيطة اللي عمل الكيكة هي تثبيضات راح يكون في عندي نانو أهمشي لتكون سفنجية طبعا. بالإضافة انه راح تكون في عندي إضافة الزبدة نانو وأكيد إضافة الطحين أيضا راح يكون في عندي حليب وشكر بالإضافة إلى البندق. راح يكون في عندي أكيد نانا لحسل. بالعسل نعم راح أسوي نانا كاراميل Phil Anthony اللي راح يكون اكيد ولا اروع من عندها فاول شغلة انا سويها بهاي الطبخة انه اضيف الدسامة اللطيفة البسيطة بهذه الطبخة وهي انه اخلي مقدار او كمية خاشوقة او خاشوكتين من من الزبدة بالبداية وبعدها ممكن انه اضيف هنانا او اتركها لحد ما تسيح على الاخير يلا اخلي هنا شوية الشكر وشوية العسل وبعدين هنا ا bothers احمص في البندق هذه طريقة او طريقة ثانية ممكن انه اضيف البندق مباشرة وبعدين اخلي له بشكلات انه احمص البندق بالزبدة يلا بعدين اخلي العسل واخلي شوية الشكر ذلك بكل الحالتين انه انا انا انتظر لحد ما يسيح عندي الزبدة او تسيح الزبدة هنا وبعد ما تسيح يا عيني يلا اخلي هنا شوية البندق اجينا شوان اقدر اسوي عفوان شوان اقدر اسوي هنا كيك اسفنجي يعني شوان اقدر اسوي كيك بمواده ومكونات بسيطة جدا ركزوا يا ايا كثبيضات مع الشكر حلو نخفقه مع بعضهم بعض حلو اخليهم شوية الحليب وشوية الزبدة هم حلو ممكن اضيف دهن هنا بعد ما اضيف المكونات كلها مع بعض البعض بيكند بودر وفانيلا مهم جدا بهاي الطبخة هم حلو حتى تخلص من الزفرة بيضة واحدة تقريبا نخلي ثلاث بيضات حلوين كلش كافية مو تخللون اربعة تارها هي مو كثرة البيض الصير دسمة كلشي مو كثرة عفوا البيض الصير سبونج كل شوية او صير اسفنجيه كل شوية ما لا علاقة الموضوع الموضوع بالخفق كل ما كثرته بالخفق كل ما كانت اسفنجيه اكثر تمام ابلش بسم الله واخلط المكونات هذه مع بعض البعض سوف تخيله ايضا ساعة من اللون سوف تخطي الشكر لديه نفس اللون هذا صالب سوف تخطي الشكر حلوى الدنيا سكر وانيلا انسى ثلاثي لنوز ايضا بالضبع اتفاقنا ان نحمصه بندق كلما اخفقته اكثر كلما حصلت على سفنجيه اكثر البندق احمصه شوية بالزبدة حتى يطيني في الطعم ونكا كل شي طيبا يا السلام شوفوا انا شو راح افعل هنا انا ممكن اخلي الزبدة هذي بس هذي راح افعلها هذي بعدها مو بدرجة حرارة الغرفة لازم شوية تكون بدرجة حرارة الغرفة حتى اقدر اضيفها هي والله زينة شوفوا هنا منشوفون الزبدة هذي صارت يلا تخلوها بالبيض لازم تركها بدرجة حرارة الغرفة قولك الزبدة تسيح نوع الزبدة هذي المملحة استخدمت الزبدة المملحة طيبة تطيني طعام هناك كل شي طابة للكيك ارجع اخفق المكونات مع بعض البعض نرجع هنا نحمص البندوق كل ما حمصته اكثر كل ما كان احسن تقريبا القوامة التربية صار مثل ما انا اريده تمام يعني راح اخلي له شوية حليب وارجع اخفقهم مع بعض البعض حلو بعد ما ضبت الحليب هنا راح ابلش اخلي الطحين واخلي كل شوية طحين يعني مقدار ثلاث بيضات كوب ونصب الزايد طحين تحميصة تخبل مات البندق يا بر اذا شفتوا انه كمية الطحين قليلة ممكن انزيدوا عليها الكمية يعني دائما انا دائما انا انخل الطحين يعني دائما هان اكون ناخل الطحين راح اخوط المكونات هذي مع بعض البعض صار المزيج خرافي خرافي شوية دقة هاله حتى ينزل حتى ينزل الباقي هنانا حتى لا يصير بعد كلها ينزل خلص هنان اشوفوا راح اخلي نانا شكر هم شوية مو كل شوية تدرون هناك كشارة تنساها وهي اذا تكون شغلة مهمة ما خلينا بيكن باودر لحد الان ورح اخلي العسل بعد ما خليت هذي المكونات راح اشيل هذي نانا بيكن باودر راح اخلي مهم ها شون لعت البيكن باودر خاشوقة كوب البيكن باودر خاشوقة كوب البيكن باودر خاشوقة كوب الفانيلا خاشوقة اكل وهذا صار يخبل هنص النار عليها لحد ما يصير عندك فول سعادة البيكن باودر البيكن باودر هذي المكونات 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 اخلط هذي المكونات دقيقة ويطلع عندنا قالب كيك ولا اربع من عنده. بنهاية قالب الكيك اقدر اقول لها باي باي. اشوفكم بعد تقريبا 15 دقيقة بعد ما يستوي الكيك. اكيد رجعنا مشاهدين بعد ما طلعت قالب يخبل. حاولت انه اقسيمها شوية بعد اكثر. شوفوا هنا شون صارت شكلها. طبعا اكيد مقاديرها طريقة تحضيرها كل السهلة بسيطة وسريعة. تركوه شوية تبرد. بعدين حتى اقدر هطلحها من القالب واني مرتاح نفسيا يعني. شوفوا هنا الشكل مالتها. مقسبة. حلوة وبسيطة. وكل السريعة. يا السلام. شوية هاي منا. شوية هاي منا. شوية هاي منا. هاي برينس. هاذا لانه الكرامل اللي بيها والعسل اللي بيها. هو ادي يخليها هاي شوية. انه لازم كلها تتأكدون انه انفتحت بالتمام والكمال. يلا طلعوها من القالب. بدي لبالكم ترى. هلا اشيلها من هنا. بسم الله. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يا سلام سلم. احلى من هيج شي شي بعد ما اكو. انا خلت دبل معاون. هسألو لكم ليش انا خليت دبل معاون. شوفوا انا كابتن شون شكلها. تخبل طريقة تحضيرها. مقاديرها. تفاصيلها كاكلة. احنا تشوفوا انه ما اخذت عندي وقت حتى صارت. فالتزيين مالتها راح يكون حسب الرغبة. راح اخذ شوية من الايسي كليم هذي. طبعا اختيارية. اخليها ممكن. نانا بالوسط. يا السلام. يا السلام سلم. هاش تخلو لها وطيب. خلو لها شوية الكرامل. على الايسي كريم بهذا الشكل. بعدين اخذ شوية من من الفستق. خلي شوية على وجه بهذا الشكل. وخلاص تكون عندي طبخة بهذا الشكل. اتمنى ان المقادير كتبتوها. طريقة تحضيرها. تفاصيلها. كانت من الاكلات الرائعة جدا. خلي اخذها حسة. تمام. وبعدين انا عادينا استمتع بالوجبة. هذه طبختنا لهذا اليوم. كانت جدا سهلة بسيطة. واضن سريع. كنوع من الاكلات البسيطة جدا. لا تنسون ان الكيكة هذه كانت متكونة من البندق. وايضا كراميل البندق. فاتمنى هذي كيكة عجبتكم. طبعا اكيد نشوفكم ان شاء الله على خير باكلات طبخات جديدة. منا انا شير خلدون من الف عافية عليكم باي باي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة